تعادل بطعم الفوز ده واحد من الأوصاف اللي تقالت كتير بعد طبعا نهاية مباراة الأمس بين الأهلي وسيمبا التنزاني لكن هنرجع ونقول ألف مبروك للنادي الأهلي التأهل لنصف النهائي من بطول الدوري الأفريقي طبعا عندنا كلام كتير جدا يتعلق به هذا اللقاء ماتش مبارح وباللي جاي إن شاء الله وزي ما كنتم بقول لكم في بداية حلقات النهاردة اللي جاي أكيد مش سهل بقي حالم الأحوال عموما دي الموضوعات اللي هنتكلم فيها مع ضيفي منوارني النهاردة الأستاذ محسن لملوم أن أخذ الرياضي صباح الفل عليك صباح الفل عليك صباح الفل عليك أخبار حضرتك ايه كل تمام الحمد لله حجم ودرجة رضاك عن مرتش مبارح بداية كلام كده نفتح بيك كلام وندخل بعد كده مع حضرتك بالتفاصيل لا يعني بالتأكيد ما فيش رضا تقريبا يعني هو أحرك بتقول تعادل بطعم الفوز وتعادل بطعم التأهل ولكن ليس بطعم الفوز الآلة محققش الفوز لا الزهاب ولا الياب أرغم ما أفضل يقطه على فكرة في الزهاب والقياب الآلة عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في إهضار مسلسل إهضار الفرص بقى بشكل رهيب يعني يمكن في بداية تولي كلها المسؤولية لبداية الموسم الماضي كان العملية بدأت تقل شوية كان موجود الزبطت شوية العملية بدأت لكن مع مارشين تحديدا دور السوبر الأفريقي وكان قبلهم السوبر عفوا دور الأفريقي وقبلهم مارشين السوبر الأفريقي اللي كانت مابلين أهلي والتحاد العاصمة الجزائري المارشات دي تحديدا بيينت كم الفرص المهضرة عند النادي الناس كتير شافت إن المارشين دول بالتحديد على ذكر بقى التحاد العاصمة ومارش بتاع بارح بالتحديد حتى مش الزهاب بالضبط أقل يعني أقل التقييمات للقدارة الفنية في المارشين دول بالضبط يعني لا هي مش أقل التقييمات هي أسوأ أسوأ مباراة يمكن تحت للأهلي تحت إدارة كولر مباراة الأمس طب إيه السبب في ده في رأيك أنا شايف إنه هو مش مدرب قد ما هو لعيبة اللعيبة نفسهم آه يعني يعني مثلا أنا عايز حد يقول لي زنب كولر إيه في الفرصة مثلا لأخضرها وحد تاني ممكن يقولك طب هو الرجل عمل شغل نار طول الفترة اللي فاتت ليه بنقول دلوقتي عليك يعني ما أنا بقول له حركة هي لعيبة أكتر شوية يعني المباراة الزهاب مثلا الشوط الأولاني اللي هو خلص واحد سفر بهذا فردة سليم الموتش يخلص ثلاثة سفر الشوط الأولاني يخلص ثلاثة سفر أربعة سفر لا مستري بالصبت إمبارح كم فرص مهضر غريب جدا من برشتاء ومن كهرباء من كل اللعيبة الأمان عشان بس من لهم شحات يعني أه وشحات وكل لكن وقفشة ما لهمش علاقة من كان كويس ومن كان وحش لكن كم الفرص المهضر غريب خل الناس تتكلم بدأت تتكلم تاني عن قصة المهاجم ومودست وكلام ده كله ليمكن السنة فاتت كان جمهور النادي الأهلي أو حتى السوشال ميديا أو حتى الإعلام كان بطل يتكلم على حتة المهاجم السوبر في النادي الأهلي لما تقلق كان السلاسي اللي كان سبب كبير في فرص النادي الأهلي بالقطة السنة فاتت اللي هو الشحات وكهرباء وبرسي طولة ثلاثة طولة تقلقوا في النادي الأهلي ناس وناس القصة دي السنة دي رجعت أو مش السنة دي كلام رجعت تاني كم الفرص رهيب جدا مش هينفع يمكننا شافنا المبارة دي رغم التأهل الصعب للنادي الأهلي أنا شافنا المبارة دي بمثابة إنذار للنادي الأهلي اللي يجاي ما فيهوش تهريج البطولة أصلا بدأة بالربع النهائي وبعدين على فكرة في ناس كتير شافت إنه إحنا كنا أحسن في ماتش الزهاب اللي كان بره أرضنا عام ماتش الإياب اللي كان جوه أرضنا بالضبط ما هو ده بالمناسبة هيكون كمان أكتر في المبارة اللي جاية قدام ساندونز لأن إنت ماتش ساندونز إيه الفرق بين الزهاب والعودة إنت الزهاب مسافر مرة واحدة لجوهانسبرج لكن العودة هيكون مسافر إلى جوهانسبرج ومن جنوب أفريقيا ومن جنوب أفريق القارة فده هيصعب عليك المهمة أكتر بعكس فريق جنوب أفريق الفريق ساندونز اللي قريد يلعب مبارة على أرضه ومستنيك على أرضه مش مسافر فأنت اللي مسافر فعندك أرهاق وإنتوا الاتنين هتسافروا كمان فده في أرهاق فأنا شايف النادي الأهلي يستغل الحتة كويس جدا لأن فيه سمة مميزة في كل مباريات دوري الأفريقي إن الأرض لا تلعب مع أصحابها باستثناء ماتش واحد طبعا مازينبي والترجي وحتى برضو الأرض لم تلعب أصحابها للمباراة أصحاب ما يكون ماتش في الكنغو كنت في تنزانيا فأنا شايف أن ما فيش حد يدري يحقق الفوز على الأرض وكلهم ولا حتى يعني ما فيش حد يكسب يعني كلهم يخسر يتعادل ده أقصى حاجة حتى طبعا زي ما قلنا مباراة مازينبي ما كانتش أصحاب في الكنغو أعتقد أن الأهلي لازم يستغل الفرصة ويخلص المباراة من مباراة الزهاب يعني اللي صعد الأهلي مباراة الزهاب التعادل اللي قال الإيجابي في الزهاب وهذا اللي صعد الأهلي هو ده اللي سهل مهمة عفواً الوداد وهذا اللي سهل مهمة شفنا مباراة تأهل بسبب مباراة الزهاب إنه كيس مباراة سفر كانتعادل على الأرض وكانون يكون يغسر حتى لو قصت الواحد سفر كان برضو يتأهل بسبب مباراة الزهاب فأعتقد أن الأهلي عليه أن يعني يستغل الفرصة دي ويتأهل مهم مباراة الزهاب إن شاء الله فسندونز لأن يعني أنت فرصتك الدوافع مفروضة عندك أعلى شوال